طيب هنا ملخص صفحة 26 وفيها اتكلمنا عن الرياضة وأبحاث ومجالات الفضاء والعلوم ومشاركات كندا في هذه المجالات اتكلمنا ادينا كذا مثال رياضي وقلنا ما نحفظها اسماء بس نفهم ايه كندا يعني بتعمل ايه او ايه المساهمات الكندية في مجالات الرياضة دي اخترعت بالكنديين لعبة الايس هوكي دي لعبة برضو ناشنال سبورت يعني لعبة قومية فيه شخص ده اللي هو دونوفان بيلي ده سبرينتر يعني كان عداء بيجري فاز باولمبياد تشانتل السيدة دي يعني كانت بتتصابق بالكرس اللي هو بعجل هوكي بلاير اللي هو وين جريتسكي ده لعب ايدمنتون وده كان اللاعب المشهور عبر الزمن في كندا تيري فوكس ده بس ممكن اللي حنركز عليه حتى اسمه ساهل تيري فوكس ده عمل ماراثن اوف هوب يعني سباء الامل وكاتر جلو اليمين مقطوعة ويجري عشان يرفع او يأخذ تبرعات او يدعم تبرعات لابحاث السرطان طيب وبرضو كان فيه في سنة 85 ريك هانسن ده سيركت دا جلوب in a wheelchair to raise one for spinal cord يعني اللي هو لف العالم حول العالم عشان يحصل على تبرعات for spinal cord research لأبحاث النخاع الشوكي في الفضاء مجال الفضاء Canadian Space Agency فيه فيه وكالة الفضاء الكندية اسمه Canadian Space Agency والكنيديان انسترونوس اللي هم رواد الفضاء الكنديين بيشاركوا في Space Exploration هعلم على الكلمة Space Exploration استكشاف الفضاء often using the Canadian designed and built Canada Arm واحيانا او يعني غالبا باستخدام Canada Arm اللي هو الزراع الالكتروني او الزراع المثبت في الفضاء في المحطة الدولية هناك وتم تصميمه وصناعته بالكنديين وعندنا Nobel Prize winning scientists يعني عندنا علماء كتيرة في كندا فازوا بجائزة نوبل طيب فيه برضو سنة 72 في الآيس هوكي لعبة الهوكي كندا فازت على الاتحاد السوفيتي وكان هناك اسمه دا جول هيرد الراوند أورد وحققوا هدف سمعة حول العالم بس وزي ما قلنا الصفحة دي فيها أسماء كتير ما فيش داعي انك تحفظ الأسماء بس تفهم كده ان كندا ليها عملت ايه في مجالات الرياضة مش بيسأل في أسماء غير أسماء الناس المهمة يعني اسألك على مكدونالد هيسألك على لا فونتي زي ما قلنا قبل كده اللي هما البرايم مينسترز والريبرزينتف جورمينت والكلام دا انها بشي يسأل على أسماء رياضيين يعني وهنشوف دا في أمثلة قدام فبس قراها ولو بقى عندك وقت زيادة وخلاص بقى ويعني الوقت تمام والدنيا خلصت كل اللي عليك ممكن بقى تقعد تحفظ وتزود يعني بس أنا بقول المهم اللي هو ان شاء الله ايه الحاجات اللي مرجيش في الامتحانات او اللي هي مش مهمة في وجهة نظر خصوصا لو حد وقته قليل مش عقود يحفظ عشرين اسم فبس نكمل بقى ان شاء الله في الحلقة القادمة